السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد و وصفة جديدة كانت مننا تكونوا في احسن احوال معاكم زهرة من قناة زاهو ديليس رجعت لكم فيديو جديد ديما في اطار معسلات رمضان شبكية المغربية او ملكة المائدة الرمضانية بدون لوز غادي نحضروها ان شاء الله جميع غادي نتقاسم معاكم جميع الاسرار باش ننجح معاكم و باش تسهل عليكم الخدمة ديالها قبل ما ندوزول الفيديو باكم تصلى الاكبر عدد ديال لايك و الكومنتر و كذلك البرتاج باش اتعم فائدة و ندوزول الوصفة بالتفصيل فرجة ممتعة بالنسبة المكونات هنا عندي واحد الكيلو ديال دقيق الممتاز الخاص بالحلويات يكون مغربة مزيان ضروري باش ما يخصر لنا لجينة ديالنا عندي هنا كذلك واحد الكاس معا مرش ديال الزبدة دايبة انا هنا سعملت الزبدة الحيوانية عندي كذلك اه الخل هنا عندي واحد الكاس نصف كاس ديال الخل السامة الخل الابيض ممكن استعمال الخل العادي كذلك عندي هنا واحد الكاس معا مرش مخلطنا بين زيت البلدية و الزيت الرومية ولكن دي ما غلبوا الزيت الرومية عندي اه كذلك واحد المعلقة كبيرة ديال القرفة تكون ضروري تياء مغربة من قبل عندي هنا اه كذلك واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة تقريبا واحد نصف خميرة ديال الحلويات انا ما كنستعمل هنا عندي واحد جوج معلقة ديال النافع اللي بطبيعة الحال كون مغربة من قبل كان اكد لهذه المسألة ان المكونات يكون مغربين وهنا عندي واحد شوية اربعات الحباسة ديال المسكا مغربين مع اه مدقوقين مع شوية ديال السكار سوف نبدأ بالسوائل انا هدي الطريقة باش كنخدم باش كنضبط النافع لدينا واحد زلافة او ما يعادل واحد جوج ديال الكسان ديال الجنجلال لهاكايا تحنسوا مزيان حتى كبالينا هكايا ولا معلق وممكن بالنسبة الناس اللي عادي بيو بغيو يخدموا اللوز يدروا كاس ديال الجنجلال وكاس ديال اللوز لسهو كيكون مغربل ومتحون هنا غادي نبدأ بالسوائل انا هدي الطريقة باش كنخدم باش كنضبط الكيمياء ديال الدقيق كبيت هنا يا الخل زبدة الزيت كده عليك اه مهم غادي نضيف الكيمياء كاملة اه نزدرت عندي هنا يا واحد الكاس ديال مازهر ننسيت ما نتكرتوش معاكم كنعتادر واحد الكاس اونس ديال الماء الزهر اللي دوبت فيه واحد جوج ديال داماس ديال زعفران الحر وممكن كدالك ديله زعفران الحر لكن متوفر عندكم نضيف هنا يا المسكة الحرة النافع مهم جميع المكونات اللي ذكرت معاكم من قبل ما عادا الدقيق هادو هما اللي غادي نخدم من قبل وعاد غادي نضيف دقيق بالنسبة للماء الزهر اختاروا نوعية تكون زيانة باش ما كتخسرش لكم المداق ديال شباكياء ديالكم هادو 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 نضيف جنجلان كيف كتشوفو فهو كيكون هاكيا من جموع بحل بحل القوام ديال سلوم يكامبرون جمعوه ومن الافضل يكون مغربة من قبل ممكن تحنوه كتر من هاكيا مع شوية ديال زيت ديال جنجلان كيبقاليكم الاغتياء هنا اضفت الخمارة هي الخرانية سنخدم هذه المكونات مع السوائل مزيان القرفاج نجلان و الى اخره سنخدمهم مزيان حتى يبالي كل شي داب في هذه السوائل اللي عندنا سنضيف الدقيق لانه هنا انا عبرت كيلو ديال الدقيق ممكن تزلي اكثر وممكن تزلي اقل حسب نوعيات الدقيق بالنسبة الناس اللي يخدمو هنا كيديرو الخميرة المجونة انا كنفضل مدارش لانها سيخطو بالنسبة الناس اللي كتكون يديهم تقيلة في شباك شباكية هدي تخمر لهم وغادي يخسر لها يعني الشكل ديالها فمن الافضل من الافضل بلا ما تستعملوها هنا غادي مدار نضيف الدقيق تدريجيا انا غادي نكب واحد الكمية تقريبا واحد 300 جرام وانا كنجمع وغادي نبقا حتى غادي نحصلها للقوام المطلوب عجينة ديال شباكية خصها تكون قاصحة حاولوا انكم متجروا هاش لانها غادي تعدبكم بزاف وغادي تحليكم ما غادي تقليوها دونك خصكم فريمان جيكم قاصحة بزاف لانها من بعد ما غادي سرتاح فهي غادي تلق راسها وغادي سهال لنا اننا نخدمو بها دونك هدو جوج اصرار من اصرار نجاح شباكية هي ان العجينة تكون قاصحة من الول وانها خصت تخد الوقت الكافي فراحة فغادي نستمر بهالطريقة هذه وانا كنضيف الدقيق وفالاخر غادي نذكر معاكم الكميه اللي هزاز معايا ديال دقيق بطبيعة الحال هاد الكميه ماشي غادي تطلح لكل شي لانه هو على حسب نوعيه الدقيق كيف ما اصبق ليه اذكرت هنا العجينة ديالي بعد ما اتجمعت فهذا القوام هو اللي خصي يكون كيف كتشفه فهي كتكون قاصحة انا هزاز معايا هنا واحد تقريبا واحد تسعمائة جرام ديال الدقيق ديال الدقيق قد ليا قياس واحد الكاس ديال دقيق من داك الكيلو هنا كنجمع هذه العجينة ديالي غادي نطلقها على شكل ضرف او على شكل عجين المورق باش كتجيني مجعبة من الداخل وكيسهال عليها انني نختم بها وكيسطيني نتيجة مزيانة فغادي نطلقها هكا يبدل لك ما كان رشي لطحين لا تشي حاجه عندكم ترشو الطحين لانه لا رشيت وطحين كله غادي هبطل لكم في القليل وغادي يخسر لكم الزيت ديالكم كما بدك نطلق فيها بهالطريقة هادي بوحد لدلك ومن بعد فانا غادي نطويها على شكل ضرف حاولوا ان الصمك يكون شوية رقيق ما زال غادي نرقوها من بعد مياه غادي نورقو فيها ولكن مهم ان نكون بالافضل ديال شوية رقيقة فالطريقة ديال الطي ديال شبكية فهي مبينة نطلقها بحل على طريق العجين المورق كيف سبق لي ودلك اذكرت وكتكون على هاد الشكل سنجمعها في بلاستيكا وهذه السامر بنفس الطريقة بنسبة الكوريات الاخرى هنا في العجينة ديالكم على الاقل ترتاح واحد الساعة من بعد ما ارتاحت انا اخذتها وطلقتها كان اتظر ان انا ما صورش معكم هاد ممكن انكم تدوزوها كذلك في هديك الماكينة ديال شبكية اللي معروفة انا هنا اختاريز ان انا نقطع بهاد بهاد القطعة هادي وباش نكون معكم صريحة هاد قطعة ماشي عملية بزاف لانكم خصكم كتخلي صراحة لشوت بزاف فمن الافضل انكم تخدموه بالجرارة عادي كيف كتشوفوه فانتو مضروري سكمت فينيو بالجرارة مهم انا كنت طلغي الجرارة فهي كتكون كافية وهديك القطعة فكتبقها عملية بالنسبة الناس المبتدئين فهنا غادي نحييز الزوائد وغادي ندوز باش نشبك معكم الطريقة ديال شبك ديالي لكاجيني من اسهل شبكات اللي ممكن تطبقه فهنا كناخد المربع ديالي على هاد الصبع هذا كناخد اللول وكنطلق الثاني وكنهز ثالث وكنطلق الرابع وكنهز الخامس هناك يكونوا عندي ثلاثة ديال شرائط اللي عندي فوق صبي والجوجة الاخرين فهما التأت كناخد هاد جنب هذا كنقرصوه مزيان كناخد اللول ثالث وكنحطوه الى الخامس وكنقلب عاوثاني اللولة اليهم ومن بعد فهنا غادي نحطها ونقادها فوق سطح العمل هنا غادي نعاود معكم واحد الوحيدة فكيف كنتشوفون دي تلاتة ديال اشريطة كنقلب الثالثة الى الخامس وعاوثاني كنقلب اللول نص طريقة ومن بعد فانا كنقاد الشكل فوق من الرخامة او فوق من سطح العمل دي ما كنقلبها وكنبدأ كنقاد فيها على هاد الشكل هادا وكنقرص طبعا هادوك الجوانب مزيان باش مكي تحلوش ليه في الطياب لابلي كنش زوائد في هادوك الجوانب فانسما ممكن ان كنت في نيوهم بالجرارة كيف كنتشوفو انا كنقرص وكنعاود باش كنت تأكد انها ما غاديش تحليها في القلي غادي نخليها تنشوف سماما على الاقل واحد الواحد الواحد او خمسة ساعات وغادي ندوزو باش نقلب شبكيه ديالنا للاشارة فممكن انكم هكا يا منين تنشوف لكم جمعوها وديرها في القنجيلاتور ومن تبغيو اه لكنتو غادي تخدموها على تساع فانسما غادي تجبدوها هكا جامدة وغادي تبدو تقلي فيها فالقضية فهي ممكن ما كتخسر شبكيه محتاش حاجة واندوزو باش نقليم شبكيه ديالنا هنا عندي لعسل ديالي غادي ندالها تصخن مزيان لانها اذا ما كانت صخونة فانسما لاحسوا شبكيه ديالكم غادي تحليكم وغادي تديفورماليكم في خطره فانسما اكد على هذه المسألة زيت تسخن مزيان وعد باعد كم دا اللوح فيها شبكيه ديالي ونفك اللوح شبكيه ديالي كاملة فانسما نقصها فيها ونخليها تاخد حقها في الطياب وفي الحمار في الجنب عندي العسل ديالي اللي كتكون تقيله وبرده من الافضل باش كتشرب ليها لباشا تشرب لي العسل وكيبقى ثابت عليها وكبقى مستمره بهالطريقة للاشاره فانا هاتش باكيه كانت في القنجلاتور يعني انها اللي ختمتها ماشي وانها اللي قليسوا وكيف كتشوفوه فانا اوفاك نحطها مكا ديفورماليه بحتاش حاجه رائعا باش اك feeding انا انتبان تتضرجني واحد انا مح managed with girby النزل يكفي ان زيت تكون سخونةnt وانها كنتقدم Buffalo فاهنا اهه صراحة الاضاءة لي قلقها مار pulling and mask لانانها ديفورماليه بذيات� فانا مباشرة مادероة نضيف الحمار وكان ديفوره بالحصول وقد أنكم تiquer comparisons في هاتف الثريقة طريقة لي كتشرب لشبكة مزيان العسل هي انني كن دير جوج ديال هكا زلايف او جوج ديال اواني فيهم العسل كنحط القلية اللولانية كنحطها في واحد كسرولة او في واحد زلافة لفا العسل القلية الثانية فانا كنحطها في زلافة الاخرى وحتى القلية الثالثة عاد كنهز القلية اللولة وكنديرها تسقطر في الشبكة هكا كنضمن انا الشبكة ديالي فهي كتكون واخد حقا من الاسل اه كنتمنى انني يكون اه شرح تنزيان وانا شرح ديالي يكون واضح بالنسبة للجميع لكن عندكم طبعا شي تساؤل خليوهليا في التعاليق مرحبا بي وانا بيسير غادي نجاوب على جميع تساؤلات ديالكم انطلقوا مع الشكل النهائي الشبكة ديالنا فكتكون هذه الشبكة ديالي من بعد ما تسقطرت ليم زيان فانا هنا يذرت لها واحد شوية ديال جنجلان البيض اللي سبق لي وحمرته وطريقة الاحتفاظ كما جميع المعسلات في افاكت برد كنديرها في واحد البوطة اللي محكمة الاغلاق وما بين كل طبقه وطبقه كان فرق بالبلاستيك الغدائي وكان احتفظ بها في المجمد ها كافية كتدوم معي مدة طويلة وطبعا كتقى محافظة على العسل ديالها كانت مننا انا لفيديو دياليوما تكون ناد الاعجاب ديالكم ما تنسونيش من اللي لايك اللي باختاج ولي كومانطيق برشتهم الفائدة وطبعا مرحبا بالاقتراحات والمراحضات ديالكم خليتليكم الراحة وإلى فيديو مقبل إن شاء الله دومتم في رعاية الله شكرا